نحمل هذا التساؤل وغيره من رام الله إلى ضيف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحراني مرحبا سيد محمد شكرا لحضورك هل بالفعل أن ما يجري الآن في القطاع هو الثمن لصراع إيران مع إسرائيل وفك تصريحات الرئيس إبراهيم رئيس الذي اعتبر أن المقاومة الفلسطينية وهذه الثورة على مدى سنواته هي واحدة فقط من تجليات الثورة الإيرانية مساء الخير يعني مرة أخرى المسؤولين الإيرانيين يطلقوا تصريحات فيها مقدار من التعالي الذي ليس له أساس في الواقع وهذا يجب أن ينبه الفلسطينيين أولا الثورة الفلسطينية المعاصرة من طريقة منذ عام 65 الخميني نفسه كان يزور الرئيس سياسر عرفات أيام الشاه هو ورف سنجاني وهذا عمر معروف وكان يقدم كل خدمة ممكنة للمعارضة الإيرانية التي يمثلها الخميني وأحزاب أخرى ما فيه حزب تودا الإيراني وهنا أسوق أنا مثل مهم حادث كان الرئيس سياسر عرفات الله يرحمه قد قالوا لمن حوله مرات ومرات وأنه عندما ساعد بانتصار الثورة الإيرانية بين قوسين وذهب إلى إيران الخميني الذي كان يتحدث معه بالعربية طوال الوقت ومعروف أنه كان في العراق لمدة 12 عام قبل أن يذهب إلى فرنسا تحدث إليه بالفارسية وطلب وجود مترجم هذا في الواقع يختصر نوع العلاقة حسب الموقع أو الموقف أو الزمن وهنا في مقدار كبير من الإنكار وأيضا أريد أن أقول والرأي العام العربي يعرف أنه في ذلك الوقت كان الخميني قد طلب من زعيم ياسر عرفات أن يعلن الثورة الفلسطينية ثورة إسلامية فما كان من الرئيس ياسر عرفات إلا أن قال له أن هذه الثورة وطنية تتعلق بوطن وبقيمة الحرية لمسلمي ومسيحي الوطن الفلسطيني قال له الخميني عفوا وهذا مهم للرأي العام قال له ولكن أنا آية الله الخميني أفتي بذلك فما كان من الزعيم ياسر عرفات إلا قال له وأنا أيضا ياسر عرفات الحسيني أفتي بأن الثورة الفلسطينية هي ثورة وطنية لكل الأحرار الفلسطينيين هذا الحوار يختصر تماما أنماط التفكير السائدة في إيران والتي تطلق مثل هذه التصريحات التي هي أقرب إلى الشعودة السياسية جيد يعني هذا يحيلنا إلى الراهن الآن قيمة الحرية إلى الراهن الآن وما يجري وهذا الودان الشعب الذي تحدثت عنه البعض منه يعتقد أن إيران هي الوحيدة في الإقليم التي تقف مع القضية الفلسطينية بما يجري هل فعليا الآن ما يجري في القطاع ماذا فعلت إيران بخصوصه يعني في هذا الوقت الراهن الصراع بينها وبين إسرائيل وأمريكا والاستهداف القواعد ربما حتى أخفى صورة ما يجري في القطاع من المأساة هل فعليا الآن قدمت إيران شيئا يستطيع أن يستند عليه هذا الودان الشعبي أنها بالفعل مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن التوصيفات التجليات أو غيرها هي قدمت قدمت السلاح لحركة حماس كما قالت حركة حماس نفسها ولكن في أي سياق إيران تساعد أولا على إنشاء ميليشيات في أكثر من دولة عربية وفي نفس الوقت أنشأت علاقة تحالف مع حماس لتلوين أو لنزع صفة الطائفية عن تحالفاتها في المنطقة ولكن إيران معروف أنه بعد الحرب العراقية أخذت قرارا استراتيجيا بأن لا تخوض هي وبيدها وبجنودها أي مواجهة عسكرية مع أي طرف خصوصا الغرب ولذلك أنشأت هذه الأذرع لتقومها بما تريده طهران وحسب طبعا احتياجات طهران التي تريد أن تكرس نفسها كقوة نفوذ إقليمي لذلك نقول أن إيران دائما حاربت على أرض العرب بالعرب ليس من أجل لمصالح والأهداف العرب إنما من أجل مصالحها لذلك أنا أعتقد أنه على الإخوة في حماس ونحن كل يوم ما يحصل في قطاع غزة ويشبه أهوال يوم القيامة بدون شك هذا يجب أن يكون مدعاة للتفكير لأن تتحلل حماس من مثل هذا التحالف لأن هذا التحالف والاستفاف داخله يوقع خسائر بالقضية الفلسطينية أكثر من أي أرباح هذا الأمر يحتاج إلى حساب لأن هذا الاستفاف سيعني العزلة يعني إيران الدولة الواسعة التي عندها إمكانيات تعيش عزلة دولية هل نقف معها لنعيش عزلة بينما ملايين المتظاهرين في العالم يقفون بجانب الحق والقضية الفلسطينية هذا الأمر يدعونا تماما للتفكير لذلك كنا ومنذ وقبل العدوان وبعد 7 أكتوبر ندعو حماس أولا إلى تبني برنامج منظمة التحرير وتكون جزءا منهم في الوقت المناسب لتجسيد وحدة الموقف الفلسطيني بدل وحدة الساحات الوهمية وهنا أقول شيء مهم نحن الفلسطينيين وتحديدا منظمة التحرير وحركة فتح نتعامل مع العالم العربي كما هو وإحنا كنا من طالب منذ 7 أكتوبر أن المواقف العربية تحول إلى موقف عربي الذي نعرفه الآن أن المواقف العربية باتت أشد قربا من بعضها البعض فيما تعلق به بلورة موقف للتعاطي تحديدا مع المصار السياسي المتعلق بالخضية الفلسطينية وهنا أقول أن السعودية التي يبدو أنها صامتة ولكنها تلعب دورا مهما في الحديث عن مصار سياسي حقيقي يربط تفاهمات حتى تتعلق بالسعودية وبالعمل القوم السعودي ولكن بالموضوع الفلسطيني وحق الفلسطينيين في إنشاء دولة خاصة بهم إذن نحن يجب كفلسطينيين أن نصطف في إطارنا الطبيعي إطار العالم العربي يعني من الضفة الأخرى على لسان حماس يعني الغائب ربما عبر ممثل قد يقول لك قائل أن القطاع الآن في معركة ونحتاج إلى داعي من يقدم السلاح وبالتالي ما تضير في أن أتعاطى مع إيران هل هذا حقيقي أم كما ذكر التقرير الحالي أن القطاع الآن يدفع ثمن صراع إقليمي بين إسرائيل وإيران بتعقيد مشكلة الحل حتى أو امتداد دائرة الحرب أو حتى توفير فرصة لينتنياهو أن يشعل المنطقة برمتها وتضيع القضية الفلسطينية نعم بالضبط لذلك نقول أن القضية الفلسطينية يجب أن نعمل على أساس المنطيات المتعلقة بها هي لأنها قضية عادلة وليست قضية استفافات تعلق بسياسات دولية لا تتعلق بالشأن الفلسطيني هذا واحد اثنين من سيطلب سلاح الآن نحن تحت العدوان كشعب الذي أحدث الزلزال واقعيا هو يوم 7 أكتوبر الآن بعد 7 أكتوبر الذي يدفع ثمن فادح هو الشعب الفلسطيني وبالمناسبة الملايين التي تحركت في عواصم العالم هي تحركت تعاطفا مع الأطفال والنساء الفلسطينيين وأخذوا موقفا من عدالة هذه القضية الآن الأولوية ليس لجلب سلاح لنبقى في مربع تريده إسرائيل وهو البطش العسكري كدولة نووية إسرائيل بالشعب الفلسطيني إنما العمل يجب أن يكون على وقف العدوان على مد يد الغوث لقطاع غزة الجريح والمدمر يعني قد يقول قائل أعذرني كيف يمكن أن يقف العدوان وهو عدوان بالأسلحة وبالمسيرات يعني يعني يقف العدوان هذه مسؤولية الإدارة الأمريكية التي تعطي صباحا سلاحا لنتنياهو وإذا طلبت منه مساء أي شيء يتنكر لبايدن بالمناسبة بايدن والحزب الديمقراطي أيضا تحول لضحية لنتنياهو الذي يريد وهو قلق على مصيره الشخصي ومصير ائتلافه الحكومي أن يشعل ليس قطاع غزة إنما الضفة الغربية بالمناسبة هناك أيضا تصعيد خطير في الضفة الغربية أكثر من خمسمائة وستين شهيد تلتمية وستين منذ سبعة أكتوبر خمسمية وأكثر منذ بداية هذا العام غير أكثر من ست آلاف أسير غير أموال المقاصة والتجويع الفلسطينيين هناك حرب شامل على الفلسطينيين نحن نأمل أن يكون في هناك جهد عربي وأسلامي للضغط على الإدارة الأمريكية التي وضحها نتنياهو نفسه في ورطة لتضغط هذه الإدارة بالفعل وبالقول على نتنياهو لوقف هذا العدوان نعم عندما يخف هذا العدوان يعني البعض يقول أن أتضفت اعتقالات الاستهدافات بالمسيرات نالت نصيبها وبالتالي لا فارق عن نتنياهو إسرائيل إن قاومت بالسلاحة ولم تقايم يعني بالنسبة لهم العدو واحد وما يحدث الآن هذه الغضبة غير المبررة تجاه السلطة وتجاه سكان الضفة نعم نعم مشكلة حكومة نتنياهو مع الشعب الفلسطيني عندما أعلن بعد 7 أكتوبر أنه سيلاحق حماس ليقوض قوتها كان هناك هدف كان هناك هدف مستبطاً آخر وهو ملاحقة الشعب الفلسطيني والتنكيل فيه دفعاً له للهجرة ومغادرة هذه الأرض لأنه أكثر حقيقة تتعلق بالفلسطينيين كانتصار عظيم هو وجودهم بحد ذاته على هذه الأرض هذا الوجود الذي لا يجب أن نعرضه لخطر لذلك حتى العمل النضالي يجب أن يكون متوازن ومحسوب وهذا متعلق أيضاً بالضفة الغربية لأن فيه هناك أصوات كانت متحمسة وتريد أن يعني تكون الضفة الغربية وتدخل حمام الدم شأنها في ذلك شأن قطاع غزة لا الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية يناضل في حدود مدروسة كوحدة حال ووحدة موقف لكل الشعب الفلسطيني ولكن بقاءه على عرضه مهم أيضاً شيء آخر وهو مهم أنا نتنياو الذي يتحدث عن حماسستان يتحدث عن فتحستان والسلطة نتنياو الذي كان يرعى الانقسام عبر تحويل ميزانيات شهرية الآن بما أنه يريد أن يقوض حماس ويريد أن يقوض السلطة لأن السلطة كعنوان سياسي أمام العالم مرتبط بقضايا كبرى تتعلق بالحل السياسي وحق تقرير المصير لذلك هو أيضاً يريد أن يقوض السلطة ويهدمها ولكن نتنياو ليس قدر الشعب الفلسطيني بعد انتهاء هذا العدوى الذي سينتهي إن أجل أنا معاجلاً عليه أن يحول هذه المناسبة المؤلمة إلى فرصة وعجل أنه تخلص من الاحتلال أنا أشكرك عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد محمد الحوراني على حضورك وعلى كل ما تفضلت به من إجابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر